بسلاح سري وعملية واحدة وسريعة استهدفت الولايات المتحدة تنظيم داعش خراسان في إقليم منانجهار في أفغانستان وزارة الدفاع الأمريكية سرعان ما أعلنت مقتل هدفين مهمين في التنظيم كان من المخططين والعملاء في داعش خراسان صحيفة وولستريت جورنل كشفت أن الجيش الأمريكي استخدم في الغارة الجوية التي استهدفت قادة من تنظيم داعش بأفغانستان ردا على تفجير كابل استخدم صاروخا كان إلى وقت قريب سلاحا سريا وانقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين القول أن الجيش الأمريكي استخدم صاروخ هيلفاير المطور الذي لا يحتوي على متفجرات ما يسمح للعسكريين الأمريكيين بتحديد الهدف وتقليل احتمال بقوع إصابات في صفوف المدنيين نوع الأسلحة التي استخدمها الجيش الأمريكي ليس وحده ما يثير تساؤلات بشأن خلفيات الغارة الأمريكية الأخيرة السرعة اللفتة في تنفيذ العملية بطائرة مسيرة من خارج أفغانستان ضد المسؤول عن هجوم كابل تحتل بدورها حيزا كبيرا من التساؤلات ولا يمكن أن تفسر هنا سوى بعلم مسبق لدى الأمريكيين بأماكن تمركز إرهابي داعش في أفغانستان من هنا فالمعلومات الضخمة التي يملكها الأمريكيون عن تنظيم داعش خرسان لابد أن تثير الشكوك أيضا بشأن أسباب عدم استهداف الجيش الأمريكي لعناصره سابقا ضمن مناورته لمحاربة الإرهاب التي كان من المفترض أن تكون تلقائية ومستمرة وليس فقط في إطار الرد المباشر على أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية